أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في إحاضتها أمام مجلس الأمن عن قلقها البالغ تجاه توقف التقدم على الجبهة السياسية في اليمن بسبب فشل الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم الذي أظهره هجومهم المستمر على مأرب وتصعيد العسكرية الأخير في محافظة الحديدة وأشارت كرافت إلى أن ميليشيات الحوثي تسعى للمزيد من سنوات الحرب والبؤس للشعب اليمني وتفاقم البأسات الإنسانية وإطالة معاناة الملايين وكشفت السفيرة الأمريكية عن الدور الذي تلعبه إيران في حرب اليمن وتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة مؤكدة بأن الحوثيين لا يفعلون ذلك بمفردهم فقد تم توثيق صادرات إيران المستمرة من الأسلحة إلى الحوثيين موسيقى